اشتركوا في القناة يفرز الجسم هرمونا يقوم بتهديئته نفسيا وعضويا ومن ثم يشعر الإنسان بحالة من الراحة النفسية والسكون الداخلي الأمر الذي يقلل الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلق والخوف والتوتر وأضافوا كذلك أن الجلوس قرب البحر يجدد نشاط الإنسان ويمنحه دفعة أمامية نحو العمل والحياة إضافة إلى أن صوت أمواج البحر يعمل على تنويم العقل وتهديئته وبالتالي يساعد على إعادة حيويته ونشاطه الذين يؤثران إيجابيا على أجهزة الجسم وقالوا بأن الجلوس خمسة دقائق أمام البحر تعادل الجلوس عند الطبيب النفسي لمدة أسبوع لما لذلك من فوائد نفسية وعضوية على الإنسان كما أثبتت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البحر أقل عرض للتوتر والاكتئاب يمثل النظر إلى البحر نوعا من أنواع العطلة للمخ بعيدا عن الضغوط والأحداث اليومية كما يسمح التأمل في المياه والاجتماع إلى صوت الأمواج بالانفصال عن البيئة المحيطة المليئة بالفوضى فضلا عن حركة البحر وكثافته التي تعطي تأثيرا نفسيا يشبه تأثير المنويم وبالتالي يتولد شعور بالهدوء والرفاهية يسمح للشخص بالتجدد والتخلص من المشاكل النفسية وعندما يركز الشخص في البحر تتغير حالة العقل من الانشغال إلى الاسترخاء لكن الشيء المثير أنه يعمل على تنشيط الشبكات العصبية المرتبطة بالأفكار ويسمح للعقل بنسيان القلق والتوتر هواء البحر يجدد الطاقة الإيجابية لدى الإنسان نظرا لاحتوائه على أينات سالبة تضاعف كمية الأكسيجين التي يستنشقها الإنسان وتزيد من قدرته على التحمل وعدم شعوره بالطيق أو التوتر والقلق حيث أنها تعمل على تحسين المزاج وتعزز الشعور بالانتعاش النفسي نظرا للتوازن الذي تفعله داخل الجسم بين إشارات الدماغ نحو أجهزته المختلفة كما أن أصوات البحر تؤدي إلى تهدئة الدماغ بصورة تضمن الاسترخاء التام للجسم وهو ما يجدد النشاط العقلي والجسدي للإنسان كذلك يتسبب البحر في تهدئة الأعصاب بمختلف أجزاء الجسم لأن رائحته تتخلل إلى الدماغ عبر الأنف وتقوم بتأثيرها الساحر عليه حيث تمنحه تجديدا سريعا ومعالجة فورية كما أنها تحيي الحيوي والنشاط للعقل مما يترتب عليه سرعة إرسال إشاراته إلى الجهاز العصبي وتحقيق توازن في تأثيره على بقية أعصاب الجسم ومن هنا يشعر الإنسان بالراحة أثناء تواجده أمام البحر خلال خمسة دقائق بصورة لم يحصل عليها الإنسان حتى وإن تردد على طبيب نفسه لمدة أسبوع كما يؤكد أطباء أمراض المخ والأعصاب أن البحر من حيث اللون والطبيعة شيء مريح للغاية وتأثيره على النفس والجسد قوي حيث يمنح البحر للإنسان قدرة داخلية تعينه على مقاومة حالات تعقر المزاج أو حالات الإصابة بالقلق والاكتئاب لأنه يعمل على تجديد الروح وتهدئة الدماغ وتقليص مساحة الأفكار الحادة داخل الدماغ بالإضافة إلى قدرته في معالجة الأمراض العضوية التي تتسبب في المرور بحالات نفسية مستعصية مثل أمراض الصدر والرئة التي تؤزز الشعور بالضيق لدى الإنسان لدرجة تعرضه إلى مرحلة ما بعد ذلك وهي الاكتئاب سبحان الله خلق الله تعالى الكون وأبدع في خلقه فقدرته عز وجل تجلت بكل ما خلقه الحمد لله على نعمه الكثير التي لا تعد ولا تحصى نترككم أعزائي الكرام في دقائق قليلة أمام البحر وصوت أمواجه وأتمنى أن تحصلوا على راحة نفسية دمتم في رعاية الله إلى اللقاء وموعدنا يتجدد في لقاء آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة